الكليرا في زمن الحرب في الظروف العادية لا يمكن تصنف هذا المرض بالخطير لكنه تحول في الحرب لمرض يستطيع القضاء على مزيد من الأرواح حين تتسلل بكثير الكليرا عن طريق تناول طعام أو شراب مياه ملوثة إلى إجساد المرضى ولأن الوضع الصحي متدور بشكل شبه كلي فلا يمكن تقديم المساعدة لكثير من الحالات التي تزداد أعدادها كل يوم منظمة الصحة العالمية تحدثت بالأرقام عن هذا المرض وقالت إن وباء الكليرا ينتشر بشكل كبير بين اليمنيين وفي حال لم يتم تصدي سريع له فمن المحتمل ارتفاع حالات الإصابة به خاصة بعد ظهور أكثر من 76 ألف حالة في 15 محافظة وأوضحت المنظمة أنها سجلت حتى الآن 340 حالة يشتبه في إصابتها بالكليرا منها 18 حالة مؤكدة في محافظات تعز والعديدة والصنعاء والبيضة وعدن والحج وبحسب المنظمة فإن أكثر من 7 ملايين شخص يعيشون في مناطق متأثرة بمراض الكوليرا وهناك أكثر من 3 ملايين نازح معرضون لخطر الإصابة به هو واقع مأساوي إذا انفرضته استحقاقات الحرب الثقيلة على اليمنيين فحين تسللت الحرب قادمة مع الميليشيا إلى بلد أنهاكه الفقر أصلا من قبل حملت في جعباتها الكثير من الأمراض والأوبئة آخرها مرض الكوليرا ترجمة نانسي قنقر